تعود واقعة تحديد الأول من آيار عيدا للعمال إلى بداية الثورة الصناعية في بريطانيا إذ حول الانتاج الصناعي في المصانع الكبيرة حيات القائمين بالمهام الصعبة إلى جحيم وكان يوم العمل يتراوح بين 10 إلى 16 ساعة وأسبوع العمل يصل إلى 6 أيام وكان استخدام الأطفال شائعا دون أي اعتبار للأمن الصناعي والصحية حيث أدى ذلك إلى ظهور حركة ثمان ساعات يوميا إحدى الحركات الاجتماعية التي كانت تهدف إلى تنظيم يوم العمل ومنع التجاوزات والانتهاكات وقد كان روبرت أوين الذي صاغ شعار ثمان ساعات عمل ثمان ساعات راحة ثمان ساعات ترفيه هو أول من طلب بذلك تناولت رابطة العمل الدولية مطالب العمل بتحديد يوم العمل بثمان ساعات في عام 1866 معلنة أن الحد القانوني ليوم العمل هو شرط أولي وبدون توفيره ستفشل جميع المحاولات لتحسين ظروف الطبقة العاملة وتحريرها وفي الثالث من آيار عام 1886 نظم أكثر من ستة آلاف عامل تظاهرة إلا أن بعض المندسين حاولوا كسر الإضراب عنوى وعند وصول الشرطة التي باشرت بإطلاق النار لتفريق الطرفين قتلت أربعة أشخاص وأصابت كثيرين آخرين وفي مسيرة لاحقة في الرابع من آيار من نفس العام واحتجاجا على هذا العنف انفجرت قنبلة ألقاها مجهولون في ساحة هايرماركت أسفرت عن مقتل ثمانية من رجال الشرطة وإصابت سبعة وسبعين آخرين فهجمت الشرطة على الفور الحاجدة وقتلت عددا من الأشخاص وصيب أكثر من مائتين بجروح بالغة وإلقاء القبض على عدة أشخاص بدعوى أنهم تسببوا في أحداث العنف وحكم على خمسة منهم بالعدام ثم اتضح فيما بعد براءتهم وفي الاجتماع الذي عقده الاتحاد الأمريكي للعمل في سانت لويس ديسمبر عام 1888 قرر الاتحاد اعتبار الأول من آيار عام 1890 اليوم الذي لا يجب أن يعمل فيه العمال الأمريكيون أكثر من ثماني ساعات على الصعيد العراقي وفي عام 1916 تحرك العمال في شركة بيتلينغ الإنجليزية مطالبين بإنصاف حقوقهم تقدم عمال البصرة بعريضة إلى الشركة يطالبون برفع الحيف عنهم وذلك بمساواتهم بالعمال الأجانب من ناحية الأجور والإجازات إلا أن الشركة رفضت مطالب العمال وفي مطلع العشرينيات قامت الطبقة العاملة بعدة إضرابات منفردة وعفوية وكان كل إضراب يغني بنجاح أو إخفاقه وعي العمال في تموز عام 1929 تم تأسيس أول جمعية للعمال باسم جمعية أصحاب الصنائع وكانت أغلبية منتسبها من عمال السكك الحديدية في الثاني والعشرين من الشباط عام 1933 تحقق انتصار عام للعمال بتعديل اسم الجمعية إلى اتحاد عمال العراق وفي الحادي عشر من تموز عام 1959 عقد أول مؤتمر تأسيسي للاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العراقية وانعقد المؤتمر الأول للاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العراقية للفترة من التاسع حتى الحادي عشر من شباط عام 1960 وتعاني الحركة النقابية العمالية العراقية منذ عام 2003 من صعوبات نتيجة استمرار تنفيذ قرارات وقوانين النظام السابق في منع حق التنظيم وحمنة وتدخل أحزاب السلطة بأشكال مختلفة لأنها تريد أن تبقى الحركة النقابية ضعيفة في القطاع العامة ومع جائحة كورونا تدهر حال شريحة العمال في العراق والعالم أكثر من أي شريحة أخرى بسبب الحظر الصحيب من جهة وتأمين تكاريف العلاج للمصابين منهم بالفيروس من جهة أخرى ويعتبر عيد العمال في معظم دول العالم عطلة رسمية من الناحية المعنوية إذن الغالبية العظمى منهم يعملون في هذا اليوم بينما يرتاح الموظفون وغيرهم من شرائح المجتمع غير المعنيين بهذه العطلة